هذه الصفحة إن شاء الله سهلة إلا بعض الكلمات لها شيء من الانتباه لاحظت أنني لما قرأت قوله تعالى لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ثم وقفت وبدأت ولا يستقدمون لماذا هذا الوقف لو نظرتم في مصاحفكم بعض المصاحف يضعون عليها علامة وقف يضعون صلة يعني يجوز الوقف والوصل أولى أنا لا أرى الوصل أولى أرى الوقف أولى لأن فيه معنا سأذكره وفي بعض المصاحف العلماء القائمين على ضبطها من حيث علامات الوقف حذفوا هذه الإشارة بالكلية فجعلوها إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا أدري لماذا فعلوا ذلك مع أن المعنى يعني إذا أردنا إفهام الناس ولفت انتباههم لابد أن نقف ليه افرضوا مثلا اليوم مثلا مثلا الاثنين العصر اليوم الآن الاثنين وقت العصر وإنسان أجله يوم الاثنين العصر وجاء الأجل كما قال الله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة طيب إنسان أجله يوم الاثنين العصر وجاء يوم الاثنين العصر لو قال لله عز وجل أو لملك الموت أرجوك أخرني ساعة الطلب من حيث هو قابل للتطبيق ولا غير قابل للتطبيق يعني هل هو منطقي منطقي لأن التأخير ساعة ممكن من حيث الإمكان لكن الله عز وجل للأجل عنده لا يبدل ولا يغير تمام لكن إذا إنسان أجله الاثنين العصر ما يقول للملك المرسل إليه الله يخليك خليها مبارح لو سمحت خليها مبارح مبارح راح فكلمة ولا يستقديمون عن الأجل المحتوم يعني هذا الأجل المحتوم لا يستقدم عنه ما يصح أن تربط بجاء أجلهم لابد من تقدير محذوف لها وَإِذَا لَمْ يَأْتِ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ صار المعنى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة وَإِذَا لَمْ يَأْتِ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ فإشارة إلى هذا المحذوف الذي لا بد منه وضع علماؤنا هذه العلامة وَيَا لَيْتَ هُمْ وَضَعُوْهَا قِيلَةً يعني يجوز الوصل والوقف أولى لماذا أولى؟ لأن فيه لفت انتباه للسامع نحن أغلبون الله يغفر لنا ويرحمنا يعني منقرأ دي 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 ما منع طبالنا على المعاني يجب أن ننتبه إلى المعاني التي أرادها الله عز وجل منطقيا لا يصح ربط لا يستقدمون بجاء أجلهم لا بد من ربطها بمحذوف تقديره وإذا لم يأتي أجلهم لا يستقدمون ترجمة نانسي قنقر